موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من كشك الصحافة نستعرض وإياكم أهم وأبرز ما تقوله المواقع الإخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة كل يوم البداية من المواقع الإخبارية الموجودة في عدن ركزت جميعها على إحباط مخطط استهداف مطار عدن الدولي حيث عنون موقع عدن الغد في صفحته الرئيسية وقال أمن عدن القبض على عصابة كانت تستعد لإطلاق صواريخ سوب مطار عدن ومعسكر التحالف قالت التفاصيل ألقت وحدة أمنية تابعة لإدارة أمن عدن القبض على ثلاثة صواريخ في منطقة المحافر الواقعة بين محافظتي عدن ولحج كانت معدة للإطلاق باتجاه مطار عدن الدولي ومعسكر قيادة قوات التحالف العربي مصدر أمني قال إن وحدة خاصة تابعة لإدارة أمن عدن تمكنت عقب تلقيها معلومات من ضبط ثلاثة مسلحين كانوا يتولون حراسة منصات الصواريخ فيما جرت تحفظ أيضا في الموقع على جرار حفر شيول يقوم بتجهيز وإعداد مرابط منصات منصات إطلاق الصواريخ الثلاثة يتابع الموقع ويقول تنشط مجميع إرهابية في مناطق زراعية وصحروية واقعة بين محافظتي لحج وعدن كانت قد استهدفت في وقت سابق مطار عدن الدولي بصاروخين لم يسفر عن وقوع خسائر بينما وصف موقع عدن تايم العملية بأنها محاولة إرهابية وأمن عدن يحبط أيضا عملية إرهابية تستهدف مطار عدن ومعسكر التحالف في عنوان آخر قال الموقع إن ثلاثة صواريخ في منطقة المحافر الواقعة بين محافظتي عدن ولحج كانت معادة للإطلاق باتجاه مطار عدن الدولي ومعسكر قيادة قوات التحالف العربي أيضا عنوان الموقع في شأن آخر توقيف إدخال 11 حاوية للبسكويت منتهية الصلاحية عبر ميناء عدن من عنوان الموقع التي جاءت أيضا جهود دبلوماسية لتحويل جزء من نفط الضبة إلى مصاف عدن اليمن بين مبعوثين تحت هذا العنوان كتب مصطفى النعمان مقالا ونشره في التغيير نت وقال نعمان جاء المبعوث الأممي الجديد إسماعيل ولد شيخ لينقذ ما كان يطلق عليه سلفة المعجزة وللأسف فإنه رغم جهوده ما زال يتعرض لنقد شديد من أطراف الحرب ويتهمونه بالتحيز وهو مطالب أدبيا إما بالدفاع عن نفسه أو بليكن له في الأخضر الإبراهيمي مثال يمكنه الاقتداء به إن المهمة التي يقوم بها ولد شيخ لا يمكن لها تحقيق أي قدر من النجاح دون رغبة جادة من أطراف الصراع الذين ما زالت طبول الحرب تثير شهيتهم وتتوالى المفردات العنترية في خطاباتهم لترفع من معدلات الفزع والقلق عند المواطن ورغم محاولاته الكثيرة في تحفيز المسؤولية الأخلاقية لدى القيادات اليمنية إلا أنه أخفق في دفعها نحو مستويات تسمح بتحريك العملية السياسية في اتجاه إيجابي وهي تصريحات من كل الأطراف نافية كل ما ذكره عن تحقيق تقدم في الكويت خلال سبعين يوما استنزف فيه ضيوف بيان جهد ووقت أمير الكويت وحكومته أعلم أن التعويل على الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق يمني يمني لن يكون أكثر من بيع للأوهام وطريق بلا نهاية للمزيد من النزيف والإنهاك لجسد المجتمع اليمني وأكرر أن اليمنيين وحدهم يتحملون المسؤولية الوطنية التي تحتاج إلى رجال بحجم الكارثة غير موجودين في المشهد واضح أن منسوب الإحساس عند القيادات الحالية بمعاناة الناس منخفض جدا إلى موقع التغيير نتو الذي عنون في صفحته الرئيسية وقال الرئاسة اليمنية بعد لقاء المبعوث الأممي تقول لا عودة للكويت دون ضمنة خطية ينقل الموقع عن محمد العامري وهو مستشار الرئيس عبد الرب منصر هادي قال إن الرئاسة اليمنية أفادت أنها لم تعود لمشاورات الكويت إلا بوجود ضمنات حقيقية مشددا أيضا على أن الرئيس اليمني كان ولا يزال متمسكا بخيار المشاورات مع ضرورة البحث عن عوامل لنجاحها مشيرا إلى أن 75 يوما في المشاورات قبل عيد الفطر لم تفضي لأي تقدم واضح وحث العامري على ضرورة البحث بجدية عن عوامل لنجاح المشاورات قبل الذهاب مرة أخرى إلى الكويت وتابع صيلة فترة المشاورات لم نتقدم أي خطوة إلى الأمام ولا بد للأمم المتحدة من البحث بشكل جدي عن أسباب عدم التقدم ومن وجهة نظرنا فإن تعنت الإنقلابيين هو خلف عدم إحراز أي تقدم إلى موقع الموقع بوست تابع إحدى الموضوعات وقال تفاعل واسع مع التظاهر الإلكترونية المنددة بجرائم الحثيين وقوات المخلوع بحق الطفولة في اليمن قالت التفاصيل أثارت حملة للتنديد بجرائم ميليشيات الحثي والمخلوع الصالح ضد الطفولة الذي أطلقها ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي موجة ردود واسعة في أوساط الناشطين والإعلاميين اليمنيين وانطلقت الحملة مساء الأربعاء على صفحات التواصل الاجتماعي من أجل التنديد بجرائم ميليشيات الحثي والمخلوع الصالح ضد الطفولة والمجازر التي ارتكبتها بحق الطفولة على مستوى اليمن ويفيد الموقع تداول الناشطون صورا ومقاطع فيديو للمجازر التي ارتكبتها ميليشيات الحثي والمخلوع الصالح بحق الأطفال اليمنيين في تاعز عدن ومأرب موقع بوست هو الآخر يذكر بعض العنوين منها عدن تحليق مكثف لطائرات استطلاع التحالف العربي في سماء المحافظة عن عجز الميليشيا وفشلها في توفير أي من الخدمات التي تعد بها المواطنين المكرهين على أمرهم عن الطفل الذي ينام ويحلم بمدينته وبحديقته البعيدة عن واقعه المؤلم كتب وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان وقال الرويشان الأرجح أنه تسلل دون علم أبيه واستلقى وغرق في نوم لذيذ لم يذوق مثله منذ اقتحم الحوث الحديدة وأطفأ كل حياة بها كل ضوء سقطت قاررة الماء على رأسه لم يحس بها كان غارقا في أحلامه كان يحلم ببلاد بعيدة بحديقة مستحيلة بلعبة أطفال ملونة كان غارقا في أحلامه حين رأاه أبوه فجأة أبوه المكافح بائع الماء والعصائر لكنه حين رأى ولده الغارق في النوم تمنى لو كانت الثلاجة أكبر قليلا ربما كانت اتسعت لأطفاله الآخرين المحترقين في الشارع بلظى الحديدة اللاهب هكذا هي الحديدة اليوم درجة حرارة تصل لـ 45 درجة مئوية وبلا كهرباء سوى ساعة وربع في اليوم عجزتم عن كهرباء الحديدة قالت البلاد كلها كهرباءنا للحديدة لا تحبون الناس ولا تأبهون لمعاناتهم قلتم ستضيئون الحديدة على مدار ستاعة ولم تفعلوا عاجزون وكاذبون موقع مصدر أونلاين قام بنشر وثيقة وعنونا عليها الحوثيون يقرون إلغاء قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية تقول التفاصيل أقرت شركة النفط اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي المسلحة إلغاء قرار للتعويم أسعار المشتقات النفطية وتحديد سعر جديد لمادتي البترول والديزل ونشر الصحفي همدان العلي وثيقة على صفحته الفيسبوك من شركة النفط التي وجهت جميع فروعها باعتماد سعر جديد لبيع مادتي البترول والديزل في السوق اليمنية وقال قرار الشركة إن ذلك يأتي في ظل التغيرات في تكلفة شراء المشتقات النفطية والمتغيرات في أسعار البورصة وسعر صرف الدولار وتكاليف أخرى حددت الشركة أيضا سعر بيع الديزل والبترول اللتر بمئة وثمانين ريال والدبى بعشرين لتر بثلاثة آلاف وستمائة ريال يمني موقع يمن مونتر عنونا في صفحة الرئيسية وقال الحوثيون يستعرضون حشودا عسكرية شمال صنعاء تزامنا مع تعثر مشاورات الكويت وفي تفاصيل الخبر قال الموقع حشدت جماعة الحوثي المسلحة قوات على متن أكثر من مئة آلية عسكرية إلى أرحب وذلك من أجل رفض جباهة القتال التابعة لها في مدرية نهم وعدد من مناطق محافظتي الجوف ومأرب وبفقا لمراسل يمن مونتر فقد تنوعت الأليات التي تم تحشيدها إلى أرحب بين حاملات للرشاشات ومضادات طيران ودوريات نقل للمقاتلين قال سكان محلي في أرحب ليمن مونتر إن عددا كبيرا من أبناء صنعاء دخلوا إلى المدرية إضافة إلى المناصرين لجماعة الحوثي من داخل المدرية وبدأوا بإطلاق النيران من كافة أنواع الأسلحة بشكل كبير جدا ما أثار فزع الأهالي والمواطنين وقبل أن نطالع وإياكم ما تقوله الصحافة العربية اليوم نذهب إلى الفاصل كالمعتاد فالقوم على نعاود اللقاء معكم مشاهدين الكرام لنكمل قراءاتنا اليوم من الصحف العربية بالذات صباح اليوم صدرت صحيفة الحياة اللندنية وقالت عن مصادر دبلوماسية مطلعة أن الولايات المتحدة ودولا أوروبية تمارس ضغوطا على الرئيس هذه لإقناعه بالعودة إلى المشاورات على الرغم الرفض الحكومي للرؤية الأممية المقترحة للحل والتي يحاول ولد الشيخ فرضها من دون مراعاة استنادها إلى مرجعيات الحوار وأفادت مصادر حكومية بأن هذا استقبل في مقر إقامته المؤقت في الرياض القائمين بأعمال السفرتين الأمريكية والبريطانية لدى اليمن إضافة إلى استقباله في لقاء منفصل السفير الفرنسي تتابع الصحيفة جاءت الضغوط الغربية على الحكومة الشرعية بعد عرقلة روسيا للمرة الثانية صدور بيان عن مجلس الأمن يدعم جهود المبعوث الأممي لاستئناف المشاورات اليمنية وللتوصل إلى حل سمي بسبب اعتراض موسكو على تعديلات أدخلت بطلب من اليمن ودول التحالف العربي وكشفت مصادر دبلوماسية للحياة أن التعديلات التي رفضها مندوب موسكو تؤكد ضرورة استعادة الحكومة السيطرة على مؤسسات الحكومة وإزالة أي تعقبات وعراقيل في هذه المؤسسات تحول دون ممارستها مهامها على نحو ملائم صحيفة عكاف جاء في أحد عنوينها الحكومة اليمنية تطالب مفوضية حقوق الإنسان برادع الإنقلابيين جاء في التفاصيل طالب وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبح المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف لاتخاذ خطوات رادعة لأفعال والجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي والصالح الإنقلابية وشدد الأصبح في رسالة بعثها إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين وتم تسليمها عبر البعثة الدائمة للجمهورية اليمنية لدى مكتب الأمم المتحدة أكد على ضرورة الوقوف بحزم وجدية من قبل المجتمع الدولي لإيقاف استهداف المدنيين الذي ينتهجه الإنقلابيون تتابع الصحيفة وتضمنت الرسالة مستجدات الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا والتي استهدفت المدنيين والأطفال في محافظتي تعز مأرب وثقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية تأجيل مشاورات السلام اليمنية كان هذا عنوان بارز في الصحيفة الإماراتية قالت مشاورات اليمن تتأجل وهذه يحمل المتمردين المسئولية تقول الخليج أكد الرئيس اليمني عبد الربو مصور هادي استمرار ميليشيات الحوثي والمخلوع الصالح في تعنتهم ورفضهم بنود السلام في الوقت الذي وصل فيه المبعوث الأممي اسماعي الولد الشيخ أحمد إلى الصنعاء للقاء الانقلابيين لبحث احتمال استئناف مشاورات السلام وقال هادي خلال لقائه في الرياض ريتشرد رايلي القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن وأندرو هانتر القائم بأعمال سفارة بريطانيا رغم ما لاحق باليمن وشعبه من قتل ودمار وحصار وتنكيل من قبل الميليشيات إلا أننا آثرنا السلام استجابة لدعوات الأشقاء والمجتمع الدولي وقراراته ذات الصلاة وذهبنا إلى جنيف ومن ثم إلى الكويت نبحث عن السلام وتطرق الرئيس هادي إلى المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني جراء حرب وحصار ميليشيات الحوثي وصالح على المدن ومنع لوصول الغذاء والدواء إليها وانعدام خدمات الطاقة والكهرباء وتوقف المستشفيات عن العمل قالت صحيفة السياسة الكويتية إن عصابات الحوثي عندما خرجت من صعبة لإحتلال صنعاء وبقية المدن كانت تتوهم قدرتها على تطويع اليمنيين فيما حليفها المخلوع صالح راح يمني النفس بالعودة إلى الحكم وبأن تقف دول مجلس التعاون مكتوفة الأيدي حيال هذا التطور الخطير وتضيف الصحيفة الكويتية في الافتتاحية التي حملت عنوان الحق الحوثي إلى باب الدار اليوم وبعد مضي نحو ثلاثة أشهر على انطلاق المشاورات اليمنية في الكويت وصل الإنقلابيون إلى باب دارهم ونفد مخزون أكاذيبهم فلا أسعفهم تسوف الوقت واختلاق الأعذار والحجج للتملص مما يتفق عليه حول الطاولة ولا الاختراقات العسكرية ومحاولات العودة إلى مناطق دحروا منها غيرت مسار الحل الذي رسمته الحكومة الشرعية بالتعاون مع التحالف لإنهاء الأزمة وإحلال السلام وفقا لمقررات مجلس الأمن الدولي وبخاصة القرار 2216 بل إن فتحهم جبهات تعز ومحاولة الهجوم على قاعدة العند وغيرها من المجازر والقتل العبثي والتخريب الممنهج زادت قناعة العالم بضرورة مثول قادة الإنقلاب أمام المحكمة الدولية هذه الدائرة أقفلت على الإنقلابيين ولم يعد أمامهم غير الانصياء للإرادة الشعبية والتخلي عن مراهناتهم في إمكانية كسر إرادة الحكومة الشرعية والتحالف الدولي فهذان الطرفان نفسهما طويل ولن تثنيهما معركة هنا أو خرق لجدنة هناك عن موقفهما الحازم لا سيما بعد إسقاطهم المشروع الإيراني ومحاصرة الإنقلابيين في صنعه كشفت المفاوضات كذب الإنقلابيين وتبعيتهم العمياء لطهران ورغم ذلك لا تزال بعض الأطراف الدولية تضغط على الحكومة الشرعية للاستمرار بالمشاورات فيما يعتبر إطالة للمعاناة اليمنية هذه الأطراف لا ترى شحنات الأسلحة التي يصادرها التحالف بين الحين والآخر الصحيفة الإماراتية تابعة تطورات معركة صنعه عنونت في إحدى صفحاتها الشرعية تحرر مواقع جديدة في صنعه في التفاصيل تقول الصحيفة وسعت قوات الشرعية اليمنية عملياتها العسكرية في محافظة صنعاء وسط تضاؤل للأمل بالتوصل إلى حل سياسي بسبب استمرار ميليشيات الحوثي وصالح بالمراوغة وتسويف المفاوضات تتابع الصحيفة سيطر الجيش والمقاومة تضيف صحيفة البيان سيطر الجيش والمقاومة على جبل الذهب والجبال المحيطة به في مدرية نهم مع تكبيد الميليشيات الإنقلابية خسائر كبيرة في العدد والعتاد بالتزام مع اعتراض قوات التحالف صاروخا باليستيا تم إطلاقه على معسكر للجيش في مدينة مأرب الناتق الرسمي باسم المقاومة في محافظة صنعاء عبدالله الشندق أعلن عن تمكن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من السيطرة على جبل الذهب في الميمنة والجبال المحيطة به ومن اغتنام أسلحة كثيرة منها خمس قناصات ومدافع هاون ورشاشات متوسطة وخفيفة وأيضا لغيرها وذلك بعد مواجهة عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح محافظة عمران عنوانت عن صحيفة العرب الجديد حملة للقضاء على وباء الجرب في عمران اليمنية عنوان عن هذه المحافظة وتقول العربي الجديد أكدت منظمة أطباء بلا حدود أنها بدأت تنفيذ حملة واسعة لمواجهة وباء الجرب في محافظة عمران بعد تزايد أعداد الإصابات فيها خلال الأشهر الماضية وقالت المتحدثة باسم المنظمة في اليمن ملاك شاهر إن المنظمة تقوم باستقبال المصابين بالجرب في حوث وخمر حيث يتم علاج المرضى وباقي أفراد الأسرة ومشيرة أيضا إلى أن مكافحة المرض تتطلب العلاج على مرحلتين الأولى يتم فيها تقديم العلاج للمريض والمحيطين به والثانية تنظيف الملابس والمستلزمات الخاصة بالمريض والمحيطين به بماء تزيد درجة حرارته عن 60 درجة مأوية كما يتم تعريض الملابس للشمس لمدة 72 ساعة وأضافت شاهر في تصريح خاص للعرب الجديد أن المنظمة قامت بتوزيع الدواء ومعالجت أكثر من 3000 شخص هذا العدد يشمل المصابين بالداء والأشخاص المحيطين به حتى يتم التأكد من التخلص نهائيا من طفيليات الجرب صحيفة القبس الكويتية تقول البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للمرة الثانية والأربعين تقول التفاصيل أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة الثانية والأربعين جلسة انتخاب لرئيس جديد للجمهورية نتيجة عدم توفر النصاب القانوني بفعل الانقسام السياسي الحاد في البلاد على خلفية النزاع في سوريا المجاورة وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب للرئيس الذي عفوا إلى ظهر يوم الاثنين في الثامن من أغسطس بسبب عدم اكتمال النصاب تقول الصحيفة الكويتية منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل سليمان في الخامس والعشرين من مايو عام 2014 لم يتمكن البرلمان من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس تتابع الصحيفة يتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب البالغي ستة وثمانون نائبا من أصل مئة وثمانية وعشرين في وقت يقاطع نواب حزب الله والتيار الوطني الحر بزعامة النائب ميشيل عون وحلفائهم جلسات الانتخاب مطالبين بالتوافق على مرشح لحضور الجلسة الترامبية عالم يتجه يمينا تحت هذا العنوان كتب محمد جميح مقالا ونشره في صحيفة القدس العربي وقال جميح الطريق المؤدية إلى النهايات الكارثية تفرش عادة بأحلام البدايات نشوة بداية المعركة تنسي المقاتلين مرأة المقابر الجماعية التي تلوح في الأفق البدايات المثالية الحالمة تنطلق عادة من أساطير حول العرق واللون والجنس والثقافة والتميز والقطيعة عن الآخر والتقوقع والانطواء على النفس ومع أن التميز العرقي خرافة إلا أنه يتم التعامل معها على أساس أنها حقيقة مقدسة أصل الإنسان واحد وتركيبته الفيزيولوجية والذهنية وخريطته الجينية تشير إلى واحدية الأصل الإنساني لكن البقاء دائما للأسطورة لا للحقيقة تخترع المجموعات البشرية عادة الأساطير لتعيش عليها لتؤسس لمسعاها الدائم نحو السيطرة والغلبة والثروة والسلطة وفي هذا الشأن لا ضرر من أن يقال إن أكبر الحقائق الراسخة لدينا ولدت من رحم الأسطورة الشاعر العربي القديم الذي قال ملأنا البر حتى ضاق منا وظهر البحر نملأه سفينة لم يكن يتحدث عن جيوش الإمبراطورية الرومانية التي ملأت البر والبحر وإنما عن مجموعة من الأعراب ولكنه البناء الأسطوري لدى الشاعر الذي أراد أن يخيف أعداء قبيلته فلجأ إلى حيلة الشعر متقمصا أسطورته الشخصية وحلمه المثالي ومثما كان عمر بن كلثوم فاشيا يتكئ على الأسطورة بشكل أو بآخر فإن التوجهات الفاشية والنازية في أوروبا التي قادتها إلى الكارثة كانت في الأساس مبنية على أساطير جاء العلم المخبري الحديث لضحضها تنتهي القراءات وتبدأ الرسومات وهي ختام الحلقة مع الكاريكاتير مشاهدة ممتعة وحتى ألقاكم في أمان الله وحبه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة